السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى طلاب وطالبات الصف التاسع سوف نكمل اليوم قراءة قصة النمور في اليوم العاشر عندما قال له اسكت اسكت تقريدك ما زال فاشلا سأتركك اليوم تتدرب على مواء القطط وغدا سأمتحنك فإذا نجحت أكلت أما إذا لم تنجح فلن تأكل وابتعد المروض عن قفص النمور وهو يمشي بخطة متباطئة وتبعه تنميذه وهم يتهامسون متضاحكين وندى النمير الغابات بضراعة ولكنها كانت نائية لأنه بعيد يعني ما أنه في القفص فمهما نادى مهما صرخ لن يسبعه أحد وفي اليوم الخامس قال المروض للنمر هيا إذا قلت مواء القطط بنجاح نلت قطعة كبيرة من اللحم الطازج قلت النمر مواء القطط فصفق المروض وقال بغبطة عظيم ورمى إليه بقطعة كبيرة من اللحم بغبطة إنه بدون حسد وفي اليوم السادس ما أن اقترب المروض من النمر حتى سارع النمر إلى تقليد مواء القطط ولكن المروض ظل واجما مقطب الجبين فقال النمر أنا ذا قد قلت مواء القطط قال المروض قلت نهيق الحمار قال النمر باستياء أنا النمر الذي تخشاه حيوانات الغابة وقلت الحمار سأموت ولن أنفذ طلبك فابتعد المروض عن قفص النمر دون انتفوه بكلمة وفي اليوم السابع أقبل المروض نحو قفص النمر باسم الوجه وديعا وعيد وديعا طبعا وقال النمر ألا تريد أن تأكل قال النمر أريد أن أكل قال المروض اللحم الذي ستأكله له ثمن انهق كالحمار تحصل على الطعام فحاول النمر أن يتذكر الغابات فأخفق واندفع ينهق مغمض العينين فقال المروض نهيقك ليس ناجحا ولكني سأعطيك سأعطيك قطعة من اللحم إشفاقا عليك وفي اليوم الثامن قال المروض للنمر سألقي مطلع خطبة حين أنتهي صفق إعجابا قال النمر سأصفق فابتدى المروض إلقاء خطبته فقال أيها المواطنون سبق لنا في مناسبات عدة أن أوضحنا موقفنا من كل القضايا المصيرية وهذا الموقف الحازم الصريح لن يتبدل مهما تآمرت القوى المعادية بالإيمان سننتصر قال النمر لم أفهم ما قلت قال المروض عليك أن تعجب بكل ما أقول وأن تصفق إعجابا به قال النمر سامحني أنا جاهل أمي وكلامك رائع سأصفق كما تبغي وصفق النمر فقال المروض أنا لا أحب النفاق والمنافقين ستحرم اليوم من الطعام إقابا لك وفي اليوم التاسع جاء المروض حاملا حزمة من الحشائش وألقى بها للنمر وقال كل قال النمر ما هذا أنا من آكدي اللحوم قال المروض منذ اليوم لن تأكل سوى الحشائش ولما اشتد جوع النمر حاول أن يأكل الحشائش فصدمه طعمها وابتعد عنها مش مئزا لكنه عاد إليها ثانية وابتدأ يستسيغ طعمها رويدا لويدا وفي اليوم العاشر اختفى المروض وتلامده والنمر والقفص فصار النمر مواطنا والقفص مدينة طبعا الكاتب هو زكريا تامر نتحدث عنه قليلا زكريا تامر أديب وصحفي وكاتب قصة سوري من مؤلفاته دمشق الحرائقي والحسرم والنمور في اليوم العاشر الذي أخذ منه النص أرجو منكم حفظ المؤلفات نرجع إلى القصة لكل قصة عناصر ما هي عناصر القصة هنا؟ عناصر القصة أولا المكان كان المكان الغابة وبيت المروض أو المكان الذي سوف يعرض به ترويضه للنمر الزمان الأيام بعد صيد النمر وهي عشرة أيام من القصة كانت محددة بعشرة أيام فقط الشخص النمر والمروض والتلاميذ العقدة رفض النمر أوامر المروض أما الحل استجابة النمر لأوامر المروض نتحدث عن جو الناص هذه قصة مأخوذة من مجموعة قصصية النمور في اليوم العاشر وهي قصة رمزية هادفة تدور أحداثها بين المروض والنمر مضمونها الحرية ورفض السيطرة والاستعباد إذن هي إلى ما تدعو هذه القصة إلى الحرية ورفض السيطرة والاستعباد هذه الفكرة العامة للقصة أو إلى ما تدعو المعجم والدلالة واحد أضف إلى معجمك اللغوي النزق وتعدي الخفة والطيش في كل أمر والعجرة في جهل وحمق الغبطة حسن الحال والنعمة والسرور اثنان استخرج من المعجم معنى كل من المفردات الآتية خصم جدال فضول معرفة معرفة ما لا يعنينا الترويد التذليل فخ مصيدة نهم إفراط في الطعام ثلاث ما جذر الكلمات ما جذر الكلمات الآتية الترويد من روضة يستحق من الحق حقه الإيمان من أمنة أربعة وظف ما يأتي في جمل مفيدة غبطة لا تنظر بحسد بل انظر بغبطة نبرة آمرة لا تخاطب بنبرة آمرة آن واحد درست وحللت الواجبات بآن واحد السؤال الخامس فرق في المعنى بين التراكيب الآتية ظل واجما سكت عن الغضب متجهم الوجه عابس أما مقطب الجبين مقطب الجبين الغضب والعبوس معا إلى هنا ننتهي من حل أسئلة المعجم والدلالة والتكملات الدرس أرجو منكم حفظ المعاني المكتوبة في الكتاب والمعجم والدلالة وحفظ أيضا على صرق القصة التي حددتها وشكرا لكم